بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين إلى يوم الدين أهلاً ومرحباً بكم أعزائي مشاهدي قناة الرحمة الفضائية مع برنامجكم الإسبوعي مستشارك القانوني هذا البرنامج الذي يزاع كل يوم أحد في الساعة الواحدة زهراً ويعاد إزاعته في الساعة السنية عشر مساء وذلك لنشر الوعي والثقافة القانونية الإسبوع الماضي يعني يوم الحد اللي فات كان فيه محاكمة جريمة من الجرائم البشعة جداً والتي ازدادت في المجتمع في الآونة الأخيرة فكاد شهدت محكمة جنايات المنصورة يوم الأحد الماضي ويوم الأثنين الماضي ثلاث أو أربع جنايات قتل وقعوا جميعاً في محافظة الدقالية في مركز الساتموني أبشعهم الجريمة التي حتى في إجراءات المحاكمة كان فيها المتهم يصل إلى درجة من الفجر والبرود اللامعقول الجريمة المعروفة بقتل الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز إيهاب أشرف عبد العزيز طالب في سنة ولا سنوي بياخد درس فيزية عند مدرس اسمه محمد عبد البديع هذا المدرس الذي لم يتخرج بعد فهو لازال في الصف الرابع في كلية التربية جامعة المنصورة قسم فيزية ومتزوج وعنده ولي عهد وكان يصل دخله الشهري إلى ما يصل من 20 ألف جنيه شهريا من الدروس الخصوصية اللي بيعطيها للطلبة وزاع صايته وكبر وأصبح له وضع اجتماعي معروف في جميع القرى اللي في مركز الساتمون إلا أن هذا الرجل وكما اعترف أمام محكمة جنيات المنصورة أنه كان زو سمعة طيبة وزو خلق حسن ولكنه كان بعيدا عن رب العالمين فكان لا يصلي ولا يؤدي زكاه ولا له دعوة بالفروض المفروض عليه في العبادات اللي فرضها المولى عز وجل على خلقه فتملكه الشيطان وبدأ بالدخول على الإنترنت ليلعب ألعاب القمار ولعب القمار هذا يبتدي بالإغراء فيبتدي يكسب ألف جنيه يكسب بعدها خمس تلاب جنيه يكسب بعد عشر تلاب جنيه بعدين يبتدي يخسر بها لعشرين ألف جنيه في الخمسين ألف جنيه في المت ألف جنيه فالداين هذا المجرم أنا مش هقول عليه المدرس فالداين هذا المجرم بمبلغ وصل إلى تلتمية وخمسين ألف جنيه من إيه؟ دين في لعب الأمار دين في البعد عن ربنا عز وجل وصل به الأمر إلى أنه استدان هذه المبالغ من بعض الناس ومن بعض أهليته هذا الدين لما بدأ يطالب به فبدأ يبحث عن أنه يصل إلى تحصيل المال اللي عيسد به دين لعب الأمار فحاول مع أهله أن يبيع جزءا من ميراسه وواضح أن أهله يفقدوا الثقة فيه لأنه إذا كان بيكسب عشرين ألف جنيه فهيدين له وهيبيع ميراسه له فرفضوا فدله شيطانه بعد لعب الأمار إلى ارتكاب جريمة قتل جريمة القتل التي حرم الله قتلها إلا بالحق وأعد للقاتل عذابا ليس له مثيل في كتاب الله قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما خمس عقوبات لو بصت في القرآن الكريم من أول سورة الفتحة حتى سورة الناس لن تجد عقابا مثل هذا العقاب في كتاب المولى عز وجل فهو ارتكب أشد جريمة حرمها المولى عز وجل والقتل جاء بشعا بشعا فهداه شيطانه بعد قتله إلى تمزيق جسده فقام بالسكين التي قتل بها المجني عليه بشأ نصين من الوسط فأصبح الجزء الأسفل الرجلين والحوت والجزء الأعلى البطن والصدر والرأس وبعدين فصل الرأس وبعدين بعد فصله للرأس حط الجزء العلوي في كارتونه وركب اللي حطها في كارتونه وخدها على الموتسيكل اللي بتاعه وخرج من الأوضى اللي أتلوا فيها اللي هي بتاعات الدروس اللي بيعطي فيها الدروس وطلع على المصرف في طرف القرية وفي الجنوب عند كبري خاص بمعدية ومن تحت هذا الكبري ماسورة صرف تلقي بالصرف الوارد من الأراضي الزراعية المنزلعة ووضع الجزء العلوي وغطاه بالأشجار ثم حدف الرأس في وسط الماء وعاد إلى موقع ارتكاب الجريمة وأخذ الجزء السفلي ووضعه في شكارة من الخيش واخدها برضو على نفس الموتسيكل وطلع عكس اتجاه القاءه للجسد العلوي وذهب إلى على الطريق وألقى به على جسر أرض زراعي ثم عاد وأزال أصار الجريمة باستخدام المياه والخيش والمنديل الورقية ومسح الدم وخلص كله وزهب إلى بيته فلاحظت زوجته أنه على ملابسه أصار دماء فسألته فقال لها حاجة غريبة جدا لا كان فيه حدثة على الطريق وكان فيه مصابين وأنا كنت بساعدهم فيعني جاء أصبني بعض من دماغه معرفش أفكار جات لبنين لهذه الأفكار الشيطانية الغريب بقى أنه اعترف اعتراف تفصيلي بتلك الجريمة ليه لأن لما الجسة الجزء السوف اللي ظهر تاني يوم ارتكاب الجريمة ظهر تاني يوم ارتكاب الجريمة تم إبلاغ أجهزة الأمن اللي تحركت بمنطقة سرعة وأخذت هذا الجزء وعملت حاجة اسمها البصمة الوراثية لها وعملتها مع الأب والأب تعرف والأهل اللي تعرفوا على الجزء السوفلي أنه هو بتاع ابنهم المرحوم إيهاب أشرف من خلال ملابسه التي كان يرتديها وأكد ذلك النتائج التي جاءت بالبصمة الوراثية من أنها تتفق مع أبوه والدم اللي كان متواجد عليها قعدوا يبحثوا تسعة يام تبحث عن القاتل وعن باقي الجسمان الجزء العلوي والرأس وباقي الجسمان حتى اكتشف أحد السادة الضباط أنه فيه حجرة الدروس التي تم ارتكاب الجريمة فيها قطع من الخيش الأماش يعني قصيرة جدا فاكتشف أنها تتفق مع الخيش اللي كان الجزء السفلي محطوط فيه فحدد فورا أن مرتكب الجريمة هو هذا المدرس اللي آخر واحد كان معاه المجنى عليه قبل انهاء المكالمة التليفونية بينه وبين قاله قال لهم أنا جاي تم تضيق الخناء عليه فاعترف اعتراف تفصيلي بالجريمة وأرشد ضباط المباحث عن موقع القائه للجزء العلوي فنزلوا جابوه من تحت ورق الأشجار وفروع الأشجار اللي كانت تحت الكبري اللي على شط المسرف وأرشد عن مكان الرأس وأرشد عن السكين ألقاه فين في المياه وأرشد عن الساعة وعلى الموبايل وعلى شنطة المجنى عليه اللي كان بعزقهم في المياه نزلوا الغواصين جابوهم واكتملت الأركان بمجرد تضيق الخناء عليه اعترف اعتراف تفصيلي وقام راح عمل تمثيل للجريمة أمام النيابة واعترف في النيابة اعتراف تفصيلي وقال وقال اننا قتلت لمروري بدائقة مالية وكنت بط عشان اطلب من ابوه انه وديني خمسمائة الف جنيه وكنت محدد سبعتاشر ماكينة صرف من فودافون كاش ااخد منهم المبالغ علشان محدش يتعقبني ولا يتتبعني في انني ااخد هذه المبالغ علشان اسدي بها الدين وكان مخطط هذا الاجرام الغريب بقى الغريب انه لما جت المحاكمة بتاعته يوم الاحد الماضي كان في الجلسة الاولى جلسة الاجراءات كان حضر وما معوش محامي فالمحكمة تطبيقا لنصوص الدستور والقانون اجلت لجلسة 21 4 لانتداب محام حضر الجلسة المتهم وحضر معاه محامي موكل وهو الاستاذ اكرم ابو زيد المحامي من الاسكندرية وحضر معاه اتنين محامين منتدبين من المنصور وبدأ الدفاع يطلب من المحكمة التأكيل حتى يعرض لجيب الطبيب الشرعي لينقشه في هل الممكن السكينة تقطع الجسم من الصين مرا بالعمود الفقري وتقطع الرقبة من فوق وتفصل الرأس عن الجسم مرا بالعمود الفقري وهي سكينة دون استخدام آلات نشر أو آلات قطعة أو آلات أو هو الوحد ويقدر يعمل هذا الفعل فاكتشفت المحكمة أن الدفاع يريد أن يصل بالمحكمة إلى بطلان الاعتراف اللي حيبقى لا يتفق مع مجريات المجرى العادي للأمور فاستخرجت المحكمة المتهم من الأفص وقالت له تعالى هنا الغريبة أنه جههم بثبات غريب جدا بثبات غريب جدا واعترف أمام المحكمة أنه قام بارتكاب الجريمة وكان اعترافه دون إكراه وبكامل قواه العقلية واعترف تفصيلي بدون تهديد لا شرطة ولا نيابة ولا محمي عام ولا أهالي ولا واقع تحت أي إكراه من أي نوع من كان ثم بعد هذا الاعتراف المثير جدا بمنتهى السبات ومن غير ندم يقول له أنا عايز أقول كلمتين عايز أقول كلمتين تبقوا يهم يقول له أنا حياتي انقسمت إلى ثلاث مراحل أقساهم أوسطهم هي أسوأهم كده بالتعبير بتاعه أوسطهم هي أسوأهم إيه يا سيد المراحل يقول له أنا كنت كويس وكنت ممتاز وكنت مع بعض دروس وكت سمعت طيبة وكان وكان وبعدين فجأة لإيه بس أنا ما كنتش مصلي وما كنتش بقى دي فرود ربنا وكنت بعيد فتملكن الشيطان فلعبت بالأمار فالديانت في الأمار فاستلفت من الناس عشان ألعب أمار فالدين بقى بالخارج فأنا عايز أسدد الدين فحاولت مع أهلي إن أنا أبيع المراس فمرضوش أبيع المراس المحكمة بتقوله ده أنت كان دخلك عشرين ألف جنيه في الشهر قال له آه الشهر الأخير كان وصل لعشرين ألف بس أنا كان لازم أسدد الديون فجات في ذهن الفكرة إن أنا أقتل أحد الطلاب وجاء الاختيار على إيهاب أشرف لإعلمي أن والده ممتلئ وممسوط ومن ناس السعيدة وبعد كده أنا وأنا في السجن لقيت الحرامي بيقوله لما هخرج هكمل أنا بتاع المخدرات لما هخرج أنا هكمل أنا بقى بيأتبت وأنا ما عدتش هكمل فاكر إن القصاص لن يحلبه وبمنتهى البرود وبمنتهى السفة يقوم يقول أنا أو طالب من حضرتك إن تخسخد لي الرأفة وأطلب العفو من أصحاب الحق فيه ويسامحوني جاءت بعد اعترافاته مرافعة النيابة العامة اللي كانت من أبدع ما سمعت من مرافعات اللي أكد فيها اللي قام بيها بنفسه المستشار المحامي العام لنيابة شمال الدقاهلية جاء بنفسه وهو على رأس السلم النيابي في شمال الدقاهلية جاء بشخص ليحضر الجلسة وعرض بمرافعته بداية بأن الله وحده هو الذي يعلم قيمة الإنسان والله وحده هو الذي يمنح الحياة وهو الذي يسلب الحياة وليس لأي أحد ولا أي مخلوق الحق في أن يتدخل في وهب أو أخذ هذه الحياة إلا أن المجرم غدر بالطالب في القرية الهادئة وولد هذا الصبي في أسرة طيبة في سنة أولى سنة ملاك بريء كما وصفه المحام العام سلك طريق العلم الذي يحبه الله ورسوله ثم لجأ إلى هذا المجرم ليساعده في طلب العلم وليساعده في قسم الفيزياء لجأ إليه المجنى عليه فاتخذ إلهه هواه وأخذ طريق الشيطان ولعب بالقمار وهو الداء الذي لا مفر منه أجرى بحثا وحدد 27 مكينة صراف آلي ليتمكن من استلام مبالغ الدية واختار من بين طلابه المجن عليه واشترى سكينا من إحدى معارض القرية وهو يعلم أنه ولد وحيد بين كريمات أي هذا الولد وحيد والديه وله أختين ويعلم أنه وحيد بين كريمات فيعقد العزم ويبيت النية على قتله وحدد لذلك السبت عشر اثنين ميقاطا لتنفيذ جريمته الشنعاء ثم لم يستطيع تنفيذها وعاد وشرع في تنفيذها ولم تفلح فانصرف المجن عليه بل الفكرة كانت مسيطرة عليه وفي يوم السلساء الموافق تلتاشر اثنين الفين اربعة وعشرين وعقب فراغ المتهم من الدرس للمجن عليه وزميلات وزميلتاه وبعد انصراف الزميلتين اوهمه بانه سوف يعمل مقطع فيديو بتمرير السكين عليه وبخدع على الانترنت يظهر هذا المقطع من ان الدم يسيل منه فامن له لصداقته به واستقر جالسا على الكرسي فانقض عليه من خلف ظهره وكتم انفاسه وبيمينه وبيده اليسرى طعنه في رقبته فنفزت السكين حتى نهايتها ثم ناوله بطعنة اخرى في البطن وقال في اعترافه حتى دخلت السكين الى اخرها ثم انهار المجن عليه وسقط وفارق الحياة وحيث انه لم يستطع اخفاء تلك الجريمة فقام باختقطيع اوصال المجن عليه وشطره نصفين من منطقة الكلة شطره ولفه في شكارة والجزء العلوي بعد فاصل الرأس في كارتونة وذهب الى شاطئ الترعة والقى بالجزء العلوي واغطاه بالاشجار الامر الذي يختفي على اي احد ان يراه ثم تناول سيادته المستشار المحامي العام لنيابة شمال الدقاهلية ادلة السبوت بان انه اعترف تفصيلا بارتكابه الواقع وارتكب جريمته استخفافا بالحرمات وقرر انه مسك بؤه بيده وضربه في رقبته وضربه مرة ثانية في بطنه بالسكين ودخلت جميعها وقام بتقطيعه حتى يستطيع اخفاؤه وقام المتهم بعمل محاكاه لجريمته امام النيابة والتي تم تصويرها وتسجيلها صورة وقتابة وتناول سيادته اقوال الشهود مستعرضا اقوال احمد سلامة البقال الذي باع له السكين واكد ذلك الشاهد ان المتهم كان يختار السكين المحملة والقوية ثم شهدت زوجته ايمان محمد السيد وقالت انه عاد بملابسه عليها اثار من الدماء وقرر لها انه شاهد حادث واكدت تحريات المباحث من مدير مباحث الدقلية والمقدم احمد عوض رئيس مباحث الستموني صحة الوقع وصحة الاجراءات وقد تحققت علاقة السببية بين الفعل والنتيجة بتأكيد تقرير الطب الشرعي بنفس الصورة وبنفس السلاح وامكانية تحقيقها بنفس السلاح وتحقيق القصد الجنائي بعلمه ان الضربات سوف تنهي حياة المجن عليه فضلا عن القصد الجنائي الخاص وهي نية ازهاق الروح وانتهى تلك المرافعة بتوجيه رسالة من المستشار المحامي العام لنيابة لنيابة شمال الدهالية الى عزاء الى اهل المجن عليه واسرته وبالوعيد الى المتهم وطالب بتحقيق بتطبيق اقصى العقوبة على المتهم وهي الاعدام شنقا ثم تناول دفاع المتهم المنتدب اولا رغم وجود محامي موكل رغم وجود محامي موكل محكمة مكنت المحامي المنتدب من ابداء دفاعه فتناول الدفع بعدم معقولية الوقع وان الاعتراف وليد اقراه وانه فيه متهمين اخرين وانه مش لوحده اللي ارتكب الجريمة وانه احنا ممكن لازم ندخل كمان اللي نزل التطبيق بتاع العقوب الامار اللي ادى الى الاندفاع الى هذه الجريمة وانتهى بطلب استعمال الرأفة اصليا واحتياطيا وانضم له المحامي الاخر المنتدب ثم المحامي الموكل والمحكمة رفعت الجلسة وعادت بعد قليل واعلنت وقررت المحكمة بإحالة اوراق المتهم محمد عبد البديع الى فضيلة المفتي ل ابداء الرأي في امكانية توقيع القصاص تمهيدا للحكم بإعدام المتهم شنقا وحددت للنطق بالحكم يوم 21 5 2024 من هذه القناة ومن على هذا المنبر اقدم عزائي لأهل المجني عليه ايهاب اشرف عبد العزيز ولأسرته وللجميع واوجه رسالة الى اولياء الامور راعوا اولادكم في التعامل مع اجهزة الموبايلات ومع الانترنت استخدام الانترنت يجوز ان يكون في النفع وهو بالعلم وبالبحث وبالنشر العلم وممكن ان يكون مضرا يهوي ورا الشيطان في لعب الامار او الدخول الى المواقع الاباحية او الوصول بالابن او البنت الى مصير يجهله الكل في الدنيا وفي الاخرة فقد اعد الله للعاصين عذابا اليما واعد للمتقين جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين بكده تكون حلقتنا النهار انتهت برغبة في الرقابة على الابناء في التعامل مع اجهزة التليفونات ومع التعامل مع الانترنت فهو فيه سلاح زي حدين حد للنفع وحد للشر والبلاء بارك الله فيكم وحفظكم الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته